هذه الآية في كتاب الله الكريم يروي علماء التفسير فيها لها سبب نزول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأسباب النزول في كتاب الله الكريم هذه لها أهمية بالغة في فهن معنى الآية لأن هذا السبب يصور لك الأمر الذي نزلت الآية على مقتضى نزلت الآية تبين حكمه أو تعالجه هذه القصة كانت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بعض من أسلم وقبل بالإسلام وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى قومه ليدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليه بعد مدة في موعد محدد أن يرسل إليه من يأخذ زكوات قومه الذين آمنوا وكان موقنا بأن قومه سيؤمنون أو سيؤمنوا تؤمن جملة كبيرة منهم ويدفعون الزكاة ويأتي عامل النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ هذه الزكاة ذهب الرجل إلى قومه ومضت المدة فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً من أصحابه ليقبض زكواتهم وإلى هنا والأمر لا شيء فيه فذهب الرجل إليه فلما أحسوا به اجتمعوا إليه وخرجوا لمقابلته فوقع في نفسه أنهم إنما خرجوا ليقتلوه خرجوا بهذا الشكل هذا التجمع هذا التجمع الكبير فخشيه وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن فلاناً قد منع الزكاة اجتهاد منه فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع هل أرسل جيشاً عرم رماً لإكتساحهم وإبادتهم لا هل أحمل الأمر لا أرسل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أرسله ليستجلي الأمر يذهب يبحث في القضية ويرى هل ما ذكره هذا رسول رسول الله حق أم أن القوم على إيمانهم وإسلامهم فذهب إليهم خالد رضي الله تعالى عنه وجاءهم بليل وبات قريباً منهم فلما أصبح الصباح جاء وقت الفجر وإذا بهم يؤذنون يؤذنون لماذا؟ لصلاة الفجر هذا دليل على ماذا؟ على أنهم من أهل الإسلام ما خرجوا عن دين الله فبعد الصلاة فبعد الصلاة ذهب إليهم خالد وقابلهم وقال لماذا منعتم فلاناً من الزكاة؟ قالوا والله ما رأينا فلاناً ولا منعنا الزكاة فعاد خالد إلى النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر وأثنى عليهم قال ما وجدت إلا مناساً مسلمين وأهل دين ومحبة وغيره استعداداً لدفع ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم فالنبي عليه الصلاة والسلام سكن غضبه غضبه في المرة الأولى سكن غضبه لكنه لم يحدث أمراً يستوجب الندم أرسل خالداً ليتبين الأمر ونزل قول الله تبارك وتعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ستبينوا لماذا؟ قال أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سبحان الله كأنما هذه الآية تحكي واقعنا الآن كأن هذه الآية نزلت جواباً جواباً عما يدور بيننا ويقع في مجتمعاتنا ويقع في مجتمعاتنا ترجمة نانسي قنقر